الحياة بعد هذا الحفل الافتتاح المبهر الحياة كان هناك طبعا مباراة الافتتاح ما بين منتخب مصر ومنتخب زنبابور مبارح وإحنا مع حضراتكم هنا وكلمنا عن المباراة من الناحية الفنية نجوم اللي كانوا موجودين معايا الحياة البعض قال إنه هناك إيجابيات كثيرة أو التال الحياة الثلاثي أجمع لنا هناك إيجابيات كثيرة أن الفوز بثلاث نقاط هي أهم هذه الإيجابيات ولكن كان هناك بعض السلبيات هل ده معناه أن الناس هناك بعض السلبيات بالفعل ولكن هل ده معناه أن الناس تقصف المنتخب ناس تبتدي تقول بقى أصل المنتخب ده مش هيكمل المنتخب ده مش عارف ماله المنتخب ده أجامعة معلشوا عذرونا شوية في هذا الكلام لأنه لازم نقوله لحضراتكم الكلام ده للعب كورة عارف أن المباراة الافتتاح دائما ما بتكون مختلفة مباراة الافتتاح دي بتبقى فيها غالبا ما بيحصل فيها مفاجأة غالبا ما بيحصل فيها مفاجأة ما بلك بقى أن جمهور 75 ألف متفرج ولأول مرة في استاد القاهرة منذ سنوات طويلة جدا المنتخب ده يلعب منتخب مصر يلعب في استاد القاهرة وبهذا الشكل حاجة جميلة جدا نجي لها اتغيرت تماما كل حاجة اتغيرت في استاد القاهرة رئيس الجمهورية قاعد بيتفرج عليك رئيس الاتحاد الدولي رئيس الوزراء موجود وزير الشابرياد موجود رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الافريقي الكل المتواجد بيتفرج علي المنتخب ونفسهم وأملهم أن المنتخب ده يفوز وبالتالي ده بيحطك تحت ضغوط عصبية كبيرة جدا 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 مبارح الحمد لله نحن كسبنا 1-0 نبتدي نقيم أداء منتخبنا من المباراة القادمة هناك بعض السلبيات وبعض الثغرات اللي كانت واضحة جدا لمنتخبنا وقلناها بمنتهى الحب ومنتهى أننا عايزين المنتخب يوصل للمباراة النهائية ويأخذ هذه البطولة لكن أننا نهاردة نشاهد نغمة كده بتكسر شوية في منتخبنا وبتكسر وتقول أصلا المنتخب مش عارف ماله والمنتخب آه في بعض السلبيات ولكن عندك منتخب قوي تريزي جيه ظهر بـ 40-50% من مستوى محمد صراحة 30-40% من مستوى النيني 20-30% من مستوى الناس دي لما تصل لمستوها الطبيعي المحمدي كمان وأيمن أشرف لما يصلوا للمستوى اللي الناس بتأملوا منهم الأمور حتتغير تماما صدقوني المنتخب إن شاء الله قادر على أنه هو مش عايزين نسبة إلى الأحداث ولكن هناك حالة كده أنا مش شايفها يعني على مواقع التقاصل الاجتماعي ومن البعض الكل جاي يقول لس المنتخب عامل ماتش وحش طب رجعوا كده لكل مباريات اللي افتتاح للعباء منتخبنا الوطني أو مش منتخبنا الوطني أي منتخب في بلاده وهو بيلعب مباراة افتتاح لبطولة أمم أفريقيا بيبقى عامل إزاي تدي قيم المنتخب من المباراة القادمة كسبنا تلت نقط وقلنا لحضراتكم إيه هي السلبيات وإيه هي الإيجابيات في مباراة أمس خلينا بقى نبص لمباراة إن شاء الله يوم الأربع القادم مباراة مهمة جدا جدا خصوصا بعد هزيمة النهاردة منتخب الكونغو من أوغاندا من منتخب أوغاندا بهدفين مقابل لشيء وحنتكلم بعدين بقى عن منتخب أوغاندا لكن منتخب الكونغو منتخب الحقيقة هنشوف وحنتكلم عنه فنيا في الجزء الثاني من هذه الحلقة ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن فوز منتخبنا الوطني على منتخب زنبابوي بهدف محمود حسن تريزيجي ترجمة نانسي قنقر